تنضم إلينا أو تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان لينا قنوع محللة أسواق مالية في إيكوتي جروب أهلا بكي لينا معنا دعينا نبدأ ربما بالإجراء الذي لم تكن تتوقعه الأسواق حيث قالنا البنك المركزي الأوروبي وفي اجتماع طارق البارحة مساء أقر برنامج أو وسع من برنامج شراء الأصول ليصل لمستويات 750 مليار يورو إلى أي مدى ترين بأن هذا سيكون كافي لإعطاء نوع من الأرضية بالنسبة للمؤشرات الأوروبية وأسواق الأسهم الأوروبية في ظل تراجعات حادة شهدناها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا وتدعياته الاقتصادية سباحي الخير بسبب الأسهم سواء الأسواق العالمية بشكل كبير انحارت ونزيب حاد شهدناه سواء في أسواق وول ستريت الأسواق الأوروبية الأسواق الأسعوية شهدت هذه التراجعات رغم التحفيزات التي شهدناها سواء من الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أسعار فائدة ب150 نقطة أساس والتحركات التي قام بها دونالد ترام بعملية شراء السندات ب750 وأيضا شهدنا عمليات ضخ سيولة لأسواق الريبو بشكل كبير وأيضا ننتظر منه التحفيز الكبير المنتظر بترليون دولار كل هذه الأمور يظهر أنها لم تساعد الأسواق وبمنسبة لبنك المركزي الأوروبي وإقراره بضخ 750 مليار يورو ربما تساعد بعض الشيء الأسواق لكن يظهر أن الأسواق بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول عدد الإصابات إلى 219 الإصابة إلى الآن واستمرار انتشار هذا الفيروس إلى عدد من الدول الأوروبية هناك الكثير من الدول الأوروبية مهددة بالانكماش ودخول مرحلة ركود لدول عظمى وكبرى في الأسواق ربما إذا لم يتوقف انتشار هذا الفيروس سوف ربما نشهد المزيد من الخسائر وعدم الاستقراف الأسواق سنبقى في تذبذبات ربما نشهد المزيد من النزيل في الأسواق العالمية هذا ما أريد سؤالك عنه لينا هل تعتقدين بأن الأسواق العالمية في هذه المرحلة وتحديدا نتحدث هنا عن أسواق الأسهم تسعر احتمالية أعلى للدخول بركود اقتصادي هذا العام؟ نعم بالفعل رغم كل هذه الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية البنك المركزي الأوروبي سمعنا أيضا أستراليا أعلنت عن خفض أسعار الفائدة كل التحفيزات سواء من البنوك المركزية في العالم وأيضا تحفيزات التي تقوم بها الحكومات وأيضا سمعنا عن بريطانيا سوف تقوم بضخ سيولة ومساعدة المتضررين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من بريطانيا كل هذه الإجراءات والتحفيزات كما ذكرت لن يكون لها التأثير الكبير إذا لم يتم وقف هذا الانتشار ربما سنتقل مرحلة ركود اقتصادي بالفعل نتحدث عن دول عظمى مثل بريطانيا، إسبانيا، فرنسا نتحدث عن ماينس بالنسبة لإسبانيا بماينس 0.9 أيضا للولايات المتحدة الأمريكية غولبان ساكس قال أنه هناك يتوقع أن تكون تراجعات في الربع الأول ب4% في الربع الثاني ب14% متوقع دخول كثير من الدول في مرحلة ركود اقتصادي إذا لم يتوقف انتشار هذا الفيروس أو على الأقل أن يكون هناك لقاح لمساعدة لمزيد من حالات الشفاء سوف تظهر والحد من انتشار هذا الفيروس فالنزيف أعتقد مستمر إلى حد ما رغم كل التريليونات في العالم وصلنا إلى 1.9 تريليون دولار الضغط في الأسواق شكرا لك لينا قنوع محللة أسواق مالية في إيكوتي جروب على وجودك معنا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة